اسم الاب والابن والروح القدس الالى الواحد امين خرسطوس انستي كل سنة وانتوا طيبين ايام اعياد الاسبوع ده عيدة للصعود والاسبوع الجاي عيدة العنصرة ربنا يسوع له كل المجد في الليلة اللي قبل صليبه يوم خميس العهد كلم التلاميذ كلام كتير عن عز العهد جديد وعن حياتهم المستقبلية مع روح الله لكذا الكنيسة بتسمي الاصحاحات من اول يحنى 13 اصحاحات الباراكليت لان 13 14 15 16 17 يعني ربع انجيل يحنى كله هو حديث المسيح يوم خميس العهد ويغلب عليه الكلام عن الروح القدس فده اكبر جزء في الكتاب عن سر الروح القدس وعمل الروح القدس في الكنيسة وعز الحياة بالروح القدس لدرجة ربنا يسوع له المجد ربطوا بانه هو ده مصدر السلام في الوقت اللي قال لما يجي الروح القدس يعلمكم كل شيء قال على طول سلاما اترك لكم فاذا كان ترك لنا روحه القدس هو ترك لنا سلام السماوي عشان كده الامتلاق بالروح القدس اول علامة فيه ان قلبك يبقى مليان سلام لا تضطرب قلوبكم لما تلاقي نفسك مضطرب ده مش لان الدنيا مليانة مشاكل لا هو لانك انت مش شبعا شعلة الروح القدس اللي في القلب مش كفاية عشان كده كتاب يقول ايه لا تطفئوا الروح ومرة ثانية يقول لا تقاوموا الروح ومرة ثالثة يقول لا تحزنوا الروح فاللي بيقف ضد الروح القدس بعصد او من غير قصد بعصد ده واحد رفض الايمان ورافض التوبة بعنده بغير قصد يعني واحد متهاون كسلان سايب لسانه يدين الناس وسايب دماغه وتسرح في افكار بطالة اما ليطفي الروح فتلاقوا عصبي ومعندوش سلام وخايف وقلقان ومفيش حاجة ماشية طبيعية لكن ثمر الروح كلكوا عارفين محبة فرح سلام طول انا تبان بقى الثمار دي زي اي شجرة متغزية كويس تلاقي الفكهة بانت عليها فدي انوع الفكهة بتاعت الروح القدس فضائل اي مسيحي هي فكهة الروح القدس الروح القدس يملأ القلب يطلع محب يملأ القلب يطلع سلام يطلع فرح يطلع تعفف يعني الواحد يبقى عنده self control كده وما يبقى عاوز حاجة من الدنيا يطلع ثقة ايمان فبقى متطمن ومتأكد ان ربنا مش هيسيبه عشان كده كلمنا عن الروح القدس الذي يعلمنا كل شيء يعني الروح القدس يعلمنا كل حاجة ويذكركم هل الروح القدس هيضيف على كلام المسيح لا بدليل انه قال يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم كلام المسيح وكلام الروح القدس والاب والابن والروح القدس لهت واحد لكن احنا بننسى المسيحة الايه ام حط روحه فينا عشان يفكرنا فيش اكتر من كده دلع يعني ان الواحد بقى مع الروح القدس عارفين زمانها كان واحد لازم يروح لمسا الكاتدرائية ويحضر يوم الاربع ويستنى البابا شنوده عشان يقول الوعظة مرة واحد بيقول لي انا البابا شنوده في جيبي ما فهمتش في الاول قال لي معي على الموبايل فبقى معي على طول بدوس على زرار قاعد اسمع البابا شنوده لكن من 30-40 سنة لأ كان لازم تروح وتوعد وتستنى وتسمع فكأنه نقلت الروح القدس إسمعنا ربنا يسوع لابسه بقى جوانا بروحه فانت مش هتروح مسافة يعني عشان تسمع صوت ربنا لا ده الحكاية بقت سهل الله سكن فينا بروحه وده امتياز العهد الجديد لكن الروح القدس لا يكلم إلا المتواضعين متواضعون يا جدو النعمة كلنا فينا الروح القدس مش سمعين صوته مش حاسين به مش شبعانين به مش مليانين منه ده فرق التواضع التواضع والمسكنة والتوبة تملى القلب بالروح القدس إنما أفكار الكبرياء والتعالي والإفتخار والغير المرة والطمع والتباهي بالدنيا وكل الحاجات دي أعداء الروح القدس تلاقي الروح القدس حزن حزن وخات جنب كده وخلص وسكت ستبقى عايش كأنك ما ثكش الروح القدس رغم العز اللي انت واخده خلونا نصلي اللي سبع ده زي ما المسيح وصى تلاميذه وقال لهم لا تبرحوا أرشاليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعلى العشر تيام دول قاعدوهم في صلى طلبين الامتلاء بالروح القدس هم أدركوا أن في قوة هتسكم فيهم فقضوا العشر تيام في العلية صيام وصلى كنيسة لأت لأن أجل الصيام عشان تبضى للأيام أعياد لكن ما نأجلش الصلى فإحنا بنصلي عشان ربنا يملانا بالروح القدس ما أجمل الطلب اللي علمت هلنا الكنيسة لما بنقول له أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالي لكل كنزوا الصالحات تفضل حل فينا هذا طلب حلو الواحد يقول له رب بسكم فيه الملاني حل فينا وطهرنا من كل دانس أيها الصالح لإلهنا كل ماك تكرم